مقتل شابة نيرا في المنصورة إيه اللي ممكن يوصل شاب في عمره ده 21 سنة لسه شاب في بداية حياته أنه هو يرتكب جريمة بهذه البشاعة وكمان في عز النهار قدام الناس جميعا طبعا لا ندعي أن الاكتئاب هو السبب في مثل هذه الحالة بالعكس هو ربما لا يعاني من الاكتئاب هو بالعكس هو يعني مقبل على الحياة عاوز يحقق أمانية عاوز يحقق طموحاته عاوز يحقق الأهداف بتاعه الاضطراب عند هذا الشاب هو اضطراب فكري أو ذهني أو معرفي يعني لم ينظم تفكيره على كيف يتعامل مع الإحباط إذا وجد إحباط هو عاوز شيء معين بحسب القصة أو الرواية السيدة أو المعروفة لما الواحد ما يلاقيش الحكاية دية أو يفشش فيها إيه البدائل إيه الخطوات الأخرى اللي هو يتخذها فهو فيه اضطراب معرفي أو إدراكي في إدراك الأمور كيفية التعامل معها دو ما أصابه بالدرجة الأولى فلما الإنسان يبقى إدراكه قاصر عن إنه يشوف البدائل فهو شاف إنه يعني حيط الأمر خلاص دي آه إنه هو خبط في الحيطة بقى طبع إيه اللي ممكن يخلي الشاب يبقى إدراكه بهذا الشكل إنه هو يرتكب جريمة بهذه البشاعة إحنا مش بنتكلم في جريمة بسيطة كل واحد فينا الحقيقة إدراكه بيبقى أحيانا قاصر عن إنه يقدم الحلول الجيدة في كل أيام حياته بدليل إنه أي واحد مننا بيتخذ قرار حتى من أقرب المقربين اللي الناس تتعلق عليه أحيانا حد مع عائل يعمل كده ليه أنت تصرفت كده ولكن المشكلة حينما يتطور هذا يعني لو كنا شفنا هذا الولد بيشتم أو يتطول على البد دي دي في الشارع لكان أعتبرنا أن الإضطراب أو الفكري أو المعرفي بتاعه يعني خبط خبطة خفيفة مثلا ولكن إنه هو ينطلق إلى هذه الانطلاقة قد تكون هناك أسباب أخرى غير إنه هو حظه السيء أو مش نقول حظه السيء اختياره السيء للبدائل بتاعة حل المشكلة قد تكون في أسباب أخرى أسباب جينية أسباب مرضية نفسية قد يكون أحيانا الطراب المخدرات مش بالضرورة أكون بتكلم على الحالة دي لأن الحالة دي ما كانش بيطاع عطل آه يعني أثبتت صحيح عدم تصحيح المصار كمان في خلال يعني هو ماشي غلط وعمال يمشي غلط طول السكة لابد في الأغلب يعني أنه أفصح مش ضروري عن نية القاتل أفصح عن هذا الإحباط الشديد اللي عنده أيها للمقربين ليه ومحدش ربما لاستوعب أنه هيخبط للآخر أو هيمشي لآخر المصار بالمنظر ده ولا حد تاني يحاول أنه يوجهه أكيد ممكن الناس ما فهمتش مثلا ممكن ما حدش يعني بس المفروض الحقيقة يعني أنه في علامات ظهرت هتتوحي بأنه إحباطه شديد وأنه الفكرة مش عابرة عنده صحيح أو توجهاته فيها حيود عن المنطق بشكل أو بآخر سواء تعبرات كلامه سواء تصرفاته سواء انصرافه عن حاجة يعني طبعا برضو بعض الشخصيات بتبقى عندها ما نسميه أو الاندفاعية أنه يتخذ القرار الفجائي يعني يرجع يفكر فيه يرجع يفكر فيه في واحد يفكر مثلا أنه يشتري سيارة ينزل يشتريها في ديتين وفي واحد تاني يفرغ نفسه 3-4 شهر فراجع الشخصية الاندفاعية دي أحيانا تقع في أخطاء سوء الاختيار سوء اختيار القرار فهو أخطاء في اختيار القرار وطبعا يبدو أنه لو كان شخصية اندفاعية فيرتكب